السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابيع قناة وابتدائينا الرياضية معكم الأسطورة المعتصم بالله محمد اليوم بفقرة جديدة نحكي فيها عن الدوري السوري إذن فقرة السيرياليك برعايتي أنا شخصيا وبيدارة الكوتش الورى الكاميرا المونتج مصطفى المصطفى إذن أنترو راح نبلج إذن انطلقت الجولة الأولى من منافسات الدوري السوري وصار شفت شغلات كثير حلوة هالأسبوع شفت شغلات كثير حلوة شكرا صدايف ام I love you غرفة نقل داخل الملعب غرفة تحليل ستيديو داخل الملعب معلق بالهواء الطلق كاميرات ست سبع كاميرات بتجيب حالات تسلل بتجيب لقطات للعيبة منفردين ودقة ما شاء الله دوع الخشب شكرا صدايف ام اللي تعطينا صورة حلوة كثير عن الكرة السورية اللي أكل عليها الدهر وشرب وصار بحاجة إلى تجديد إذن انطلقت الجولة الأولى من منافسات الدور السوري والتي شهدت أيضا بعض الأكشن المباراة الأولى الاتحاد ذهب إلى حمص أهلي حلب ذهب إلى حمص ولعب ضد الكرامة نحن خربة كثيرا بين الأهلي والاتحاد مرات لازم نقول أهلي عم نقول الاتحاد لكن صدقا يعني من أول مبعين على الدنيا الاتحاد سامحونا يعني هل نقطعي سامحونا بيا إذن الاتحاد يذهب إلى ملعب الكرامة ويتغلب عليه بنتيجة واحد صفر بهدف وحيد جاء في الدقيقة 90 عبر النجيري أوكيكي أهولابي بالدقيقة 90 في مرمى الخبير مصعب بلحوس الذي كان نجم فريقه بامتياز الاتحاد فرضوا سيبرضوا على المباراة وأهدر العديد من الفرص بينما تسلح الكرامة بعناصر الشابة ومن خلفهم المتألخ جدا مصعب بلحوس والخبير جدا تامر الحاج محمد لكن بالنهاية الكرة أنصفت الاتحاد الذي كان أفضل طيلة مراحل المباراة وفاز بالنهاية بنتيجته المباراة الثانية جمعت الطليعة مع الوثبة المباراة التي تقدم في بدايتها فريق الطليعة عبر لعبه نوري خميس حينما تألق وائل الرفاعي وسجل هدف التحادل في مرمى الطليعة والنتيجة واحد واحد فينطلق محمد قلفاط كسام ويسجل هدف النقاط الثلاث للوثبة وبداية موسم ممتازة للفرسان بينما الطليعة يعني أهدر فوز كامل متنول نعرف أنه الخصم قوي لكن ربحانه بأرضه كان لازم تفوز إذن الوثبة اثنين الطليعة واحد في مباراة ساحلية خالصة حطين يستضيف جبل وينهزم بثلاثة سفر تمكن جبل المتألق بالفوز على فريق حطين وبأرضه وبنتيجة ثلاثة سفر في مباراة سجل فيها عبد القادر عادي هدفين والهداف محمود البحر الهدف الثالث إذن جبل يتغلب على حطين بنتيجة ثلاثة سفر في مباراة دمشقية خالصة أيضا الجيش يهزم الوفد الجديد للأضواء المجد بنتيجة ثلاثة واحد فبعد البداية الممتازة لفريق المجد وتقدمه بهدف عبر نضال محمد تمكن شمس الدخيل من تعديل النتيجة لفريق الجيش بينما انتزع الجيش النقاط الثلاث بهدف جاء بأقدام لعابه محمد شيخوني إذن الجيش يغلب المجد بنتيجة ثلاثة واحد المباراة التي كان من المقرر إقامتها ظهيرة يوم الأحد الوحدة يستضيف الجزيرة الوحدة حضر المباراة ولكن الجزيرة لم يكن متوازن الملعب وانسحب من المباراة بعد ربع ساعة من بداية اللقاء أعلن الحكم نهاية اللقاء وفاز الوحدة قانونا بنتيجة ثلاثة سفر لكن هالمباراة صار عليها تبعات وأهمها أنه هبط نادي الجزيرة بشكل رسمي إلى أندية الدرجة الأولى وتم تغريمه بمبلغ 10 مليون ليرا سوري ونظرا لسوء الوضع المادي في النادي تم عفاءه من غرام المالية ولكن بقي في أندية الدرجة الأولى إذن الدور السوري بعد ما كان 14 الموسم الماضي اختزر إلى 12 وهبط الجزيرة رسميا بعد ربع ساعة من مداياته في الدور الممتاز وانحصر عدد الفرق إلى 11 فريق الدور السوري إذن الوحدة ثلاثة سفر قانونا على الجزيرة بينما تأجلت مباراة تشرين والفتوة بسبب الوضع بتشرين كليتنا منعرف الرحمة إلى روحك أبعدنان طارق الزيني الآن مع مباراة الجولة الثانية في واجهة مباراة الجولة الثانية ديربي اللاذقية ديربي الغضب تشرين يستضيف حطين أتوقع المباراة ستلتعب وتشرين يفتتح موسمه الظهور الأول لتشرين سيستضيف فيه جارو حطين بديربي اللاذقية المباراة ستقام يوم الجمعة في المباراة الثانية أهلي حلب سيلعب لأول مرة على أرضه وبين جميره في الموسم الجديد حينما يفتتح مباراته على ملعب الحمداني أمام الفتوة الفتوة الذي لم يلعب في الجولة الأولى وتأجلت مباراته ضد تشرين سيظهر لأول مرة هذا الموسم ضد أهلي حلب الفتوة كان قد قام بتعاقدات ممتازة على صعيد نجوم الدورة السورية ونذكر أهمها كابتن المنتخب سابقاً قبل فترة سعد أحمد القادم من الوثبة بعد احتراف خارجي أتى ووقع مع الفتوة إذن مباراة ستكون جميلة وقوية في الحمدانية لقاء المتعثران المجد يستضيف الكرامة الفريقين كان قد قراجا من خسارة في الجولة الماضية المجد خسر من الجيش والكرامة خسر من الأهلي واللعبة في الشام المجد يستقبل الكرامة في مباراة تصحيح المسار للفريقين مباراة جميلة وجميلة وجميلة سيشدها ملعب حمص البلدي حينما يستقبل فريق الوثبة أخوته في فريق الوحدة الوحدة الذي كان قد فازل قانوناً على الجزيرة والوثبة الذي عاد من حما بفوز مهم جداً على الطليعة فيما سيسافر الطليعة إلى جبلة لمواجهة فريقها المحل جبلة يستقبل الطليعة جبلة العائد من فوز مهم على حطيم بثلاثية والطليعة المتعثرة على أرضه سيذهب ويلاقي جبلة في آخر مباراة الأسبوع الثاني من الدور السوري بينما سيرتاح فريق الجيش الذي سيفوس قانوناً على الجزيرة ما بارث الجيش ما رح يلعب لأنه لعبته مع الجزيرة والجزيرة هبط على الأولى ما يتوقع يكون فيه مباراة ورح يأخذ ثلاثة نقاط هو قاعد الآن رح نحكي عن شوية أخبار متعلقة بالكرة السورية هيك على السرية رغوز أقلم وانتي لا هلأ ما لك حاطت لايك حط اللايك يلا ناسينا هاي زيب واسل لك إذن الخبر المهم الأول اجتماع رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا مع رئيس الفيفا واتفقوا على أنه يرسلوا لجنة لتقصي الوضع في سوريا والمساعدة في موضوع الفار الذي سيكون حاضراً الموسم المقبل كما تم الوعد بتجهيز 6 ملاعب ويعادة تأهيلها في الموسم القادم قبل انطلاق الموسم القادم الأموال المجمدة لصالح اتحاد كرة القدم سيتم تحويلها عبر الاتحاد الأسيوي إلى رصيد اتحاد كرة القدم السوري لصالح رواتب المدربين تبع المنتخبات وليقامة دورات ومعسكرات أيضاً الخبر الثاني المرتبط باتحاد كرة القدم تم توقيع اتفاقي ممتاز لصالح كرة القدم السورية مع الاتحاد القطري لكرة القدم وتنصد الاتفاقية على أن تكون قطر أرض الأندية والمنتخبات السورية بكافة فئاتها في المشاركات الخارجية هذا أولاً ثانياً تأمين كافة المساعدات اللوجستية والطبية والتدريبية لأي منتخب أو نادي من سوريا قادم إلى قطر ومجاناً ثالثاً رفض اتحاد كرة القدم ببعض الأموال المساعدة طبعاً تصرف مكافئات كذا ومساعدات للحكام كتجهيزات وأمور تدريبية وكرات قدم وأطقم حكام وأدوات للاستعمال كمراقب ككذا ككاميرات إذن قطر تساعد اتحاد كرة القدم السوري في هذا الموضوع وأحد أهم بنود الفقرة هو أن يكون مشفى إسبيتار مجاناً لكافة الكوادر الرياضية السورية وهو من أفضل المشافر الرياضية الطبية في العالم خطوة ممتازة يشكر عليها الكابتن صلاح رمضان رئيس تحاد كرة القدم في سوريا في خبر باية وقديم حسام السيد المدير الفني للمتخب السوري الأول يقوم بدعوة 35 لعب بينهم سبع لعيب محترفين في أوروبا إثنان منهم يتم دعوتهم أول مرة إلى منتخب سوريا الأول للرجل وهما بلالح البونية المحترف في الدوري الألماني الدرجة الثانية والحارس الياس هدايا المحترف في الدوري الممتاز هناك في النرويج كما رأينا عودة الموهب عمار رمضان ابن الكابتن القدير مناف رمضان الله يحميه ومده بعمره بينما شهدت القائمة بعض المفاجآت مثل حضور عمرو ميداني المتألق مؤخراً في الدوري الكويتي مع النصر واستبعاد الحارس إبراهيم عالمه كما رأينا أيضاً استبعاد الحارس خالد حاج عثمان والقائمة المتوازن السبع محترفين لأول مرة في قائمة منتخب سوريا المبدئية شفنا غياب للكابتن سيمون أمين الذي اعتذر عن المشاركة في هذا المعسكر كما وبقرار فني شهدنا غياب لعب الارتكاز المهوب جداً أوليفار كاسكاو كما ما تم دعوته له المعسكر هذا بينما فرحة جمهور سوريا لما شافت المحترف في الدوري اليوناني الظهير المحبوب عبد الرحمن ويس عاد لقامة المنتخب برفقة محمد عثمان المحترف في الدوري الفيتنامي وإياز عثمان العائد للدوري اليوناني بعد تحضير وتجربة بسيطة في أظنى دامير سبور في تركيا عاد إلى الدوري اليوناني وكان أحد أهم الأسماء هناك في الدوري اليوناني الخبر الأخير عن منتخب سوريا تحت عشرين عام الذي افتتح تصفيات كأس آسيا تحت عشرين عام بفوز متواضع على الصين تيبه بنتيجة واحد سفر بينما فاز في المباراة الثانية على جزر ماريانا بنتيجة عشر سفر المنتخب الذي يدربه الكابتن مع الراشد ويتولى مارك فوتي الهولندي كمدير فني يلعب كرة جميلة جداً سيطر على الخصم طبعاً لخصوم الوجه المنتخب السوري الشاب الهلأ ما هي خصوم ممكن أنه تزجك أو تضيئك وفرق سهلك كمان لعبت ضده لكن شفنا أنه سيطره وشفنا أنه فيه باص على الأرض وهذا قليل ما نشوفه حتى بمنتخب سوريا للرجال ما نشوفه كرة جميلة وفيه شي مبشر لكن الفريق ينقصه مهاجم هداب لاعب رقم تسعة يعرف يسجل أهداف هذا ما فيه بمنتخب سوريا لكن لدينا حارس منيح وسط منيح دفاع منيح أجنحة منيحة ينقصنا مهاجم موهوب يسجل أهداف والاختبار الحقيقي رح يكون ضد منتخب الأردن هو أبرز منافس في المجموعة للمنتخب السوري اضيقائي وحبابي هذا كان كل شي معنا اليوم بتمنى أكون غطيت ولو جزء بسيط من الأخبار الممكن الناس بتهتم فيها في سوريا أو خارج سوريا المهتمة للسعب الدوري السوري أو بأخبار منتخبات سوريا كامعكم أخوكم المعتسم بالله في فقرة الدوري السوري الممتاز بتمنى أكون خفيف الظل عليكم بتمنى أكون قريب منكم دائما لا تبخلوا علينا باللايك والتعليق والاشتراك وإن شاء الله رح ننمو سوا وتكبر قناتنا بجهودكم إلى اللقاء وعلى أمل أن تكونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة